السلام عليكم. حياكم الله ومجد مقطع ثاني. نفسي نسى معاكم ورجع لكم في ثرون آن لبريتي. آآ قبل ما نبدأها بعد ذلك الكثير من شهر جديد. يا اتمنى زر الاشتراك وتمنى تشعروا القناة في مواقع التواصل الاجتماعي. اكون شاكر لكم. واذا كنت لعب جديد او تبحث عن آآ مجتمع. تلعب معهم اللعبة آآ تشارك معرفتك تستفيد منهم. آآ عندنا كميونتي صراحة كبير جدا. طبعا كميونتي عربي. وموجودين احنا في سيفر كازار. آآ تقدر تشيك على الوصف في رابط للدسكورد. فآآ حياك الله معنا. طيب ما رح نطول عليكم في مقطع اليوم. لكن رح نشرح لكم آآ التحديث الجديد. طبعا زي ما تعرفون كل يوم خميس رح يكون فيه صيانة. والصيانة هذه عبارة عن صيانة دورية. وحين نضيفه اشياء يعدله اشياء او تكون بس مجرد صيانة للسيفرات. العموم آآ هذا هو التحديث. Throne Liberty Update 1.7.0. طيب. آآ طبعا الصيانة رح تكون اربع ساعات ونص لكما علنا علينا بالتغييرات الموجودة. اول تغيير. Guild that have control of the Stone Guard Castle can now schedule tax delivery. اي قيلد مسيطرة على القلعة اللي هي Stone Guard الان يقدر يحدد موعد آآ السيج وار. آآ طبعا اتوقع انه ما نعارف نظام بالضبط. لكن اذا انت قيلدك حاليا في المركز الاول. آآ راح يعطوك القصر. وهنا انت تقدر تحدد موعد الحرب علشان ياخذ القصر منك هذا. طبعا الحرب راح تكون كبيرة ان شاء الله راح ننزل لها مقطع. اش راح في آآ طريقة الحرب هذه وكيف تشارك فيها واش تسوي فيها بالضبط. فاش الفكرة منها انه ايش راح يقدروا يحددوا موعد. انا ما اتوقع انه عندهم حرية كاملة لكن ممكن يعطوهم ساعات معينة يقدروا يختاروا فيها ان هذا الوقت راح يكون فيه فايت. طيب الشيء الثاني عندنا هانتد هارفست is now over. الدنجن حق الهالوين انتهى. آآ اللي كان محتفظ بالحلاوة حق الدنجن. فنقول له ايش يعوض كله ان شاء الله. انا واحد منهم. فيا بالدنجن هذا انته حق الهالوين وان شاء الله نشوف دنجن جديدة في الايام الجاية. طيب النقطة الثالثة جدا 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 جميلة. ارينا سيزون ون is now live. راح يبدأ سيزون ون. الموسم الاول من الارينا. الارينا اللي هي الثلاثة ضد ثلاثة. الان راح يكون فيها نظام سيزونات وهذا السيزون الاول. ومه مذكور في الباتس. لكن اللي سمعته انه راح يكون فيها نظام جوائز جدا جميلة. وطبعا فيه رانكات اللي هو ايش. غول دايمون بلاتينيوم والتوب فايف والاشياء هذي راح تكون آآ موجودة. فاللي عنده تيم ثلاثة من ثلاثة. آآ 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 هذه فرصتكم ايش انكم ايش آآ آآ طلوا ابداعاتكم في الارينا. طيب النقطة اللي بعدها عندنا افينت تايم ريجون with daylight saving time change. ايوروبا and north america have had their hourly event schedule adjust into return event to the pre-time change hour. آآ مان فاهم اللاه النقطة هذي ببضبط. لكن آآ اللي شرفتم من بعض elaborzewات بالنسبة الريجون الاوروبي والشمال امريكا غيروا تواقيت الايفنتات سواء ان البيس بوسيس الارش بوسيس الالجيلد وار عدلوا في توقيتها ما ادري اذا مقدمين او مؤخرين في الغالب مؤخرين التوقيت ساعة ساعتها بالنسبة احنا في الريجون العربي اه لانه غالبا احيانا قاعدة تبدأ عندهم بدري فهم متدمرين من هذا الشيء فبعد اللعب بعد الصيان راح نتأكد من المعلومة هذي طيب لعلى بواس موضة البيس بو السوم سنأتي الآن في الناس البيس بسيا على البواس داخل البيس الناس البيس سلام البيس الناس في الدورة السادس في الدورة الخامس سيكون هناك بوابة بره الدنجين يعني ما يحتاج أنه مثلا الدنجين مقفل مثلا الدنجين ما في مطر ما في مثلا الليل والباب حق الدنجين مقفل ما تقدر تدخل للبوس لا رح يكون في بواب وبره هذا إذا كان بيس إذا كان كونفلكت مو ذاكرين أي شي فأتوقع إذا كان كونفلكت أنت وحظك مفتوح مقفل في إكليبس ما في إكليبس أنت وحظك فجدا جدا جميلة للعموم وسيئة بالنسبة للناس اللي عندهم إكليبس طيب ويكلي ميشن ريوورد أجستو وونس اجين ريسيت دورن ذا ويكلي مينتنس ويندو عدلوا الريسنت حق الويكلي ميشن أتوقع إنها رح تكون كل خميس ما عد تكون كل أربعة واحتمال كبير إنهم يعدل ريوورد يعني هي حاليا في الأغلب قاعد يطيح دروع رزيستنس اللي ما حد يبغاها فممكن إيش يحسنوا الوود طبعا الويكلي ميشن اللي يعرفه اللي هي المهام الأسبوعية اللي تكملها ونهانة الأسبوع يقول لك اختار واحدة من قطع أنت وحبك الحسابات اللي عندها اللوسنت بالسالب ما رح يقدروا ياخذوا أي لوسنت من الوود تبعهم لازم يدفعوا داخل اللعبة علشان يسددوا الدين هذا فأي أحد مشتري مواقع خارجية لازم تنتبع على نفسك إكويبمنت إكستراكت أيتم can now be compared with equipped gear to view the effect of applying the extract طيب هنا خاص بالإيتمات اللي سوي الاكستراكت اللي هي إذا استساوت الاكستراكت عشان تريت وتقدر إيش تقارن بينه وبين الايتمات اللي ما سويت الاكستراكت يعني إشياء مجرد مقارنة معلنا منها طيب إكويبمنت The default keybind for viewing a piece of equipment at max enhancement is now alt and G هذا بالنسبة لإذا عندك إيتم وتبغى تشوف الايتم هذا إذا صار ماكس إيش يعطيك؟ تضغط alt و G رح يقول لك الإيتم هذا لما يصير لي في الماكس رح يعطيك مثلا string 7 critical chance 100 أشياء زي كده يعني يسوي لك preview نظرة عن السلاح هذا إذا طورته إيش يعطيك بالضبط طيب في عندنا skills dagger fix an issue that caused the effect from the passive skill assassin step to carry over when changing weapon هنا في عندنا skill passive اسمه assassin step هذا موجود في الدقر أتوقع إنه كان مقالتش إنه إذا استخدمته وغيرت السلاح يروح حاليا لا حاليا إذا استخدمت الassassin step وغيرت السلاح الأفكت باقي موجود هذولي أكيد حقينا الدقر رح يفهمه آخر شي عندنا combat enhance the visual effect for heavy attack الheavy attack لما تسوي heavy attack رح يجيك رقم وضرب اثنين الآن عدلوها أتوقع إنهم غيروا اللون وبرضو رح يجيك بشكل واضح إنه هذا heavy attack عكس ما يطلع لك بس كده رقم وبجنبه ضرب اثنين هذه أغلب الأشياء في الصيانة أتمنى إنكم استفدتم على المقرى هذا كما كنا في السلسة وشوفكم على خير في مقاطع الجاهة السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر